بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الجزء السادس من الدرس الثالث في البداية نتعرف على بعض خواص الجذور فإذا كان إن عددا طبيعيا أكبر من الواحد وإكس وواي أعداد حقيقية موجبة فإن الجذر النوني العدد إكس أس إن هو إكس فالجذر التكعيبي الإكس أس ثلاثة هي إكس الخاصية الثانية الجذر النوني الإكس في واي هي الجذر النوني الإكس في الجذر النوني لواي الجذر الخامس لإكس واي مثلا يساوي الجذر الخامس لإكس في الجذر الخامس لواي الخاصية الثالثة الجذر النوني لإكس على واي ما قيل على الضرب يقال على القسمة هو يساوي الجذر النوني لإكس على الجذر النوني لواي فمثلا الجذر الرابع لX على Y هو الجذر الرابع لX مقسوما على الجذر الرابع لY هنا سؤال متى نقول على الجذر أنه في أبسط صورة إذا حقق أربع شروط الشرط الأول أن يكون هذا الجذر إذا وضعناه في صورة عدد مرفوع لأس أن يكون هذا الأس أقل من درجة الجذر فمثلا X5 لو أخذنا لها الجذر التربيعي هذا الجذر ليس في أبسط صورة لماذا؟ لأن X5 هنا أكبر من درجة الجذر وهو 2 بينما الجذر الرابع لX تكعيب مثلا في أبسط صورة لماذا؟ لأن 3 أقل من 4 وهي درجة الجذر الشرط الثاني أنه لا يوجد عامل مشترك بين الأس الموجود داخل الجذر ودرجة الجذر فمثلا الجذر السادس لX أس 4 ليس في أبسط صورة لماذا؟ لأنه يوجد بينهما عامل مشترك فكلهما يقبل القسمة على 2 4 تقبل على 2 و 6 كذلك تقبل القسمة على 2 بينما الجذر التكعيبي لX تربيع مثلا في أبسط صورة لماذا؟ لأنه لا يوجد عامل مشترك بين 2 و 3 الشرط الثالث أن لا يظهر الجذر في المقام فمثلا Y على جذر X ليست في أبسط صورة لأن جذر X في المقام الخاصية أو الشرط الرابع أن الجذر التربيعي لكسر غير مكبول يخالف هذه القعدة فالجذر التقعيبي مثلا ل2 على 5 ليس في أبسط صورة لماذا؟ لأن ما تحت الجذر هو عدد كسري وسنعرف في الأمثلة التالية كيف نتغلب على هذه المشكلات ونضع هذه الجذور في أبسط صورة في المثال الأول هنا مخالفة للقاعدة الأولى لماذا؟ لأن هنا الجذر التربيعي الجذر الثاني يعني 2 بينما يوجد هنا أس 5 أكبر من درجة الجذر فماذا نفعل؟ نوزع هذا الأس على كل الأسس فالجذر التربيعي معنا أس نص نوزعه على كل الأسس 12 أس نص X أس 5 على 2 Y 2 في نص بواحد و12 هي عبارة عن 4 في 3 نحللها 4 في 3 4 هو 2 في 2 فالجذر التربيعي لـ 4 هو 2 والجذر التربيعي لـ 3 هو الجذر التربيعي لـ 3 وX أس 5 على 2 لو قسمنا 5 على 2 تعطي 2 ويتبقى نصف 4 على 2 فيها الـ 2 ويتبقى 1 5 أس 4 زائد 1 فلقسمنا 4 على 2 يعطي 2 X تربيع ويتبقى 1 على 2 أي X أس نص أي جذر X في Y فنجمع في البداية العدد 2 ينزل 2 ثم X تربيع Y الرموز X تربيع Y ثم ما تبقى من جذور نتركها تحت الجذر فجذر 3 وجذر X يمكن أن نضعهما معا تحت علامة الجذر فيصير الحل النهائي 2X تربيع Y في الجذر التربيعي لـ 3X وهنا 3 أقل من درجة الجذر وكذلك X أسس كل منهما أقل من درجة الجذر في المثال رقم B يخالف القاعدة الثانية لماذا؟ لأنه يوجد عام مشترك بين الأسس الداخلية ودرجة الجذر فهنا مثلا 4 و2 تحت الجذر تقبل قسمة على 2 كذلك 6 وهي درجة الجذر تقبل القسمة أيضا على 2 في البداية نحول الجذر إلى كسر فالجذر السادس هو 1 على 6 ونوزع هذا الأسس للأسس الداخلية 16 أسس 6 X أسس 2 على 3 بعد الاقتصار وY أسس 1 على 3 بعد الاقتصار 16 هي عبارة عن كم؟ عبارة عن 2 أس 4 بمعنى 2 أس 4 على 6 أي 2 أس 3 في X أس 3 في Y أس 3 الآن نجد أن المقام كله ثلاثة أي جذر تكعيبي ونضع بداخله 2 تربيع بمعنى 4 X تربيع وY في المثال رقم C يخالف الشرط الثالث وما هو أنه ظهر عندنا في المقام جذر فماذا نفعل كي نتخلص منه؟ نضرب البسط والمقام في هذا الجذر نضرب البسط والمقام في جذر 2X طبعا مربع الجذر بيحذف الجذر جذر 2X بجذر 2X يعطيك 2X بدون علامة جذر والبسط يكون 6 جذر 2X نختصر 6 مع 2 يصبح 3 فيصير هذا المقدار في النهاية 3 جذر 2X على X في المثال الرابع نجد مخالفة للشرط الرابع وهو أن لا يحتوي الجذر على كسر فماذا نفعل؟ نجد أن هذا هو الجذر التكعيبي فنوزع 3 على البسط والمقام فيصير 8 أس 3 في X أس 4 على 3 على Y أس 3 نريد أن نتخلص من الجذر الذي في المقام فماذا نفعل؟ نعلم أن Y أس 3 هي Y أس 1 ناقص تلتين نترك يعني Y في Y أس ناقص تلتين نترك Y واحدة في المقام ونرفع Y أس سالب ثلتين إلى البسط فتصير Y أس ثلتين بالموجب أما X أس 4 على 3 هي X أس 3 على 3 بمعنى واحد X أس 1 في X أس ثلث 4 على 3 فيها الواحد وتبقى 1 على 3 لأنها تساوي X في X أس ثلت أما الجذر التكعيبي لـ 8 هو 2 فيكون الحل كما يظهر هنا 2 مضروبة في X في X أس ثلت في Y أس ثلتين على Y وبهذا تخلصنا من الجذر الموجود في المقام 2X توجد خارج الجذر وهنا X أس ثلت و Y أس ثلتين على 3 يشتركان في الجذر الثالث فيوضعان تحت الجذر التكعيبي X أس واحد و Y تربيع وهذه هي أبسط صورة